إذا منتبعين كرام المشاهد التي تشوفوها الآن أمامكم على الشاشة هي لاستقبال ميناء طنجة المتوسط أكبر ميناء في القارة الإفريقية لأكبر سفن الشحن في العالم كما تشاهدون الآن هذه سفينة ميشيل كابيليني أحد أكبر السفن ديال الشحن في العالم أثناء وصولها لمناء طنجة المتوسط كذلك سوف نرى في مشاهد أخرى لحظة استقبال ميناء طنجة المتوسط لسفينة HMM دوبلا وهي أيضا من أكبر السفن ديال الشحن في العالم على كوكب الأرض طبيعة الحال باش أنك تستقبل هذا النوع ميناء السفن لا بد من أنك تكونك توفر على بنية مينائية كبيرة وضخمة وجاهزة وقادرة على أنها تحتضل هذا النوع من السفن الآن كنتشوفوا أمامنا على الشاشة HMM دوبلا وهي كذلك وصلت لميناء طنجة المتوسط وصبق ليها جات مرارا وتكرارا لميناء طنجة المتوسط علشك أن نقدر لكم هذه المسألة متابعين كرام علشك أن نخليكم تشوفوا هذه المشاهد التي كتبت الآن أمامكم على الشاشة لأن بعض المكلخين وبعض الجهلاء وخصوصا البصبعيين من سكان حضيرة الجزائر كانوا يظنون فعلا على أنهم قادرين على أنهم يحاصروا الموانئ المغربية وهي الأكبر في القارة الإفريقية والنضام الجزائري بطبيعة الحال كان يسوق لهم هذه البروباغاندا التافية فشاهدوا أيها الجزائريين المستحمرين من أطنجة المتوسط لوحده كيف يستقبلوا أكبر سفن الشحن في العالم مليئة بالحاويات آلاف الحاويات اللي بطبيعة الحال يتم متفرغها في الموانئ المغربية ثم كان هناك بعض الحاويات التي تمشي لدول أخرى اعتمادا على الموانئ المغربية هذه المساخة الوالدين دي الحادارات الجزائر سحب اليوم أنهم بعد إلغاء أو منع استيراد من الموانئ المغربية سوف يتضرر الاقتصاد المغربي فكما تعلمون في الفيديو السابق عشرين يوم منذ أن اتخذوا هذا القرار تراجعوا عنه لأنهم لم يكن شيء سفينة من هذا السفن قابلت بأنها تفرق السرعة دياله في حادارات الجزائر لأنهم أصلا ما عنده موانئ وما عنده بنية تحتية قادرة على أن تحتضن هذا النوع من السفن فكيف يفضل بطبيعة الحالة لأنهم يمشيوا للموانئ المغربية خصوصا ميناء طنجر المتوسط وقد قريبا عفوا سوف ينضاف له ميناء النظر الغرب المتوسط ثم كذلك ميناء الدخل المتوسط ومزيد من المشاريع فيما يتعلق بهذا الموضوع المسألة التي لا يتوفر عليها نظام حضارات الجزائر ولن يتوفر عليها لليوم ولا غدا ولا بأي شكل من الأشكال لأن هذا النظام نظام متخلف وعاجز عن التفكير فشاهدوا أيها البصبعيين كيف أن المغرب يستقبل أكبر سفن الشحن في العالم وأنتم غارقون في الأوهام وغارقون في البروباغاندا التافهة وغارقون في الأكاديم التي يصدرها لكم نظام حضارة الجزائر الفاشل فبينما المغرب يملي ويبني كبريات الموانئ في القارة الإفريقية ويستقبل كبريات سفن الشحن في العالم وما زال يستقبل أكثر فأكثر بسبب ما يحدث في الشرق الأوسط والهجبات على الملاحة البحرية بالقرب من اليمن ستجعل سفن الشحن خصوصا هذا النوع من السفن على أنها تمر من مضيق جبل طارق وتعتمد على الموانئ المغربية خصوصا ميناء طنجة المتوسط لأنه الأكبر في القارة والأكبر في المنطقة وحتى المعاملات من ناحية الحاويات تجاوزت حتى الموانئ في الضفة الأوروبية وما زلنا اليوم نتحدث كذلك عن توسيع ميناء طنجة المتوسط باستثمار يبلغ قدره 700 مليون دولار تخيلوا معي ميناء طنجة المتوسط بهذا الحجم بهذه الحمولة بهذه المعاملات ما زلنا سوف نقوم بتوسيعه حتى يشمل كذلك استثمار يبلغ 700 مليون دولار ولكم أن تتخيلوا متابعين الكرام كيف سوف يصبح ميناء طنجة المتوسط وكذلك نتحدث عن اقتراب انتهاء من ميناء النظور غرب المتوسط ميناء الدخل الأطلسي كذلك ومثال جاي في الطريق وبالتالي كل العبور من مدق جبل طارق سيكون معتمد كلياً على الموانئ المغربية تنقل من ميناء النظور وصولاً لميناء طنجة المتوسط وكذلك على الضفة الأطلسية ميناء الدخل الأطلسي فشبكة الربط البحري اللي كيقوم المغرب اليوم ببنائها عن طريق الموانئ لا يوجد لها نظير في المنطقة بل أكثر من ذلك أصبحت رقماً صعباً في مضيق جبل طارق وبالتالي السفل اللي تعبر من هذا المضيق أصبحت تعتمد بشكل كبير على الموانئ المغربية خصوصاً لليوم ميناء طنجة المتوسط هذا شيء كامل وكيجي واحد رسم ربع متخلف عقلياً متخلف ذهنياً من البصبعيين والجزائريين المستحمرين وكيكتب لك في تويتر بأنهم سوف يقومون بحصار الموانئ المغربية باش الله أعلم بالأحلام بالمتمنيات بالبروباغاندا بالأكاديب بالتزوير بالخداع وهذه المسائل كلها لا تؤثر على الواقع شيء لن تؤثر على كون ميناء طنجة المتوسطة هو الأكبر في القارة الإفريقية ولن تؤثر على كون ميناء النظر غير متوسطة فيصبح كذلك الأكبر في المنطقة ومع دخول ميناء الدخل الأطلسي غادي صباح المغرب قوة بحرية مهمة جداً على المستوى الموانئ على المستوى الرط البحري على المستوى الاكسساد البحري على المستوى مرور البناحة البحرية على المستوى استقبال سفن الشحن العملاق اللي كنشوفه الآن أمامنا على الشاشة مثلاً في ميناء طنجة المتوسط كل هذا الأمر بطبيعة الحال تصيبه نظام حضارة الجزائر بالسعار وكيحاول عن طريق بعض القرارات الغبية على أنه يبيع الوهم للجزائريين ويبيع كذلك الأخبار الكاذبة للجزائريين والأخبار المفبركة ويعطيهم البروباغاندا التافية التي لا يصدقها سوى البصبعي ويقول لك سوف نحاصل الموانئ المغربية ومعرفتنه كيف لك أيها المغفل على أنك تحاصل أكبر ميناء في القارة الإفريقية ميناء يستقبل كبريات سفن الشحن في العالم أكبر سفن الشحن في العالم كتجيك توقف في ميناء طنجة المتوسط لأنه الوحيد الذي قادر على أنه يستقبل هذا النوع من السفن لا يوجد ميناء مثلاً في حضارة الجزائر قادر على أنه يستقبل هذا النوع من السفن لأنه كما تشاهدون سفن ضخمة جداً مليئة بالحاويات وتتطلب بنية تحتية خاصة وتتطلب ميناء خاص بشأنها تستقبل هذا النوع من السفن هذا النوع من السفن الطبيعي الحال يفرغ عدد كبير من المنتجات والسلع في الموانئ المغربية وان تناقل من الموانئ المغربية يتم توزيع هذه المنتجات والسلع على الدول التي تستورد هذا النوع من الحاويات في المنطقة فالممكن لذلك يلفق قير قالكا سيدي بغاوي منعوه الاستيراد من الموانئ المغربية باش هات السفن غادي تجيو تقوم بالتفريع في الموانئ المغربية وهذه السلع اللي بغني يخذوه مقصة تمشيتها الفرنسا ومن الفرنسا عاد دخول لحضيرة الجزائر وراكم شتوا بطبيعة الحال لأنهم مقدرونش يتابعوا على هذا القرار فتم تفعيل هذا القرار في حضيرة الجزائر العشرين يوم ثم تراجعوا عنه لأنه بطبيعة الحال تكلفة دي الاستيراد وتكلفة دي السلع غادي ترتفع بشكل جنوني داخل حضيرة الجزائر فهناك فرق بطبيعة الحال بين من يعمل ومن يبني ومن يبحث عن المستقبل وما بين اللي حاضي جاره وقالت كيسب فيه وكيعير فيه وكتاخذ في القرارات العشوائية الغبية فقط لأنه مريض ومهووس بكل شيء متعلق بالمغرب الآن كبريات سفن الشحن ترسف الموانئ المغربية الأكبر في القرى وهدو اللي حدان هدو مساخت الولدين المستشفى المجانين حضيرة الجزائر قالت سين كتاخذوا في القرارات العشوائية التي لن تؤثر على الواقعي شيء فانظر جيدا أيها البصبعي المستحمر وانظر جيدا أيها الجزائر المستحمر هذا هو الواقع الذي نراه بالصوت والصورة بعيدا عن الأكاديب والبروباغاندا التافهة دير نظام حضيرة الجزائر الذي لا تصدقه ولن يصدقه أي شخص سوى البصبعي المستحمر متابعين كراما رأيكم في فيديو قادم مع المزيد من التفاصيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر